الاطلاع على جديد الأوضاع الأمنية من بغداد ينضم إلينا مرسل الغد مصطفى القطان مصطفى إلى أين وصلت العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمنية العراقية في مناطق بغداد لملاحقة عناصر تنظيم داعش يعني هذه العمليات لم تتوقف منذ الهجوم والانتحار الذي ضرب بغداد في ساحة الطيران تحديدا قبل عدة أسابيع باعتبار أن قوات الأمنية العراقية تحاول أن تستمر في جهودها من أجل منع ناصر تنظيم داعش من القيام بهجوم آخر مشابه لهجوم ساحة الطيران وبالتالي نقلت العمليات العسكرية من قلب العاصمة العراقية بغداد من قلب المدن إلى المناطق التي قد ينشط بها تنظيم داعش خصوصا في المدن التي تقع بعيدا عن أعين القوات الأمنية العراقية أو بعيدا عن تركيز قيادات الأمنية في المحافظات التي تقع على الحدود العراقية السورية ونتحدث عن الأنبار وصلاح الدين وديالا وكذلك أجزاء من محافظة كاركوك تلك المناطق التي يتواجد فيها تنظيم داعش هذه العمليات على المستوى الاستخباري على المستوى العسكري استمرت بشكل كبير كان أخيرها اليوم القاء القبض على عدد من الارهابيين المتواجدين في العاصمة العراقية بغداد ممن شاركوا في عمليات متفرقة في عدة محافظات عراقية منها في نينوى وكذلك في الأنبار وصلاح الدين وبالتالي تحاول قوات العراقية الاستمرار بالضغط على عناصر تنظيم داعش بالتزامن مع الانتشار الأمني كثيف في العاصمة العراقية بغداد وكذلك في المدن العراقية الأخرى وفي مناطق المراكز الحيوية من أجل إرسال رسائل أطبعنا للشاهد العراقي بأن الملف الأمني مسيطر عليه بشكل كامل وأن ما حدث هو هجوم منفرد ولن يتكرر بأي شكل من الأشكال طيب هذا على السعيد الأمني على السعيد السياسي ما هي حصيلة اجتماعات الكاظمة مع عداء اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة الموازنة الاتحادية مصطفى يعني ربما اللجنة المالية النيابية وضعت الحكومة العراقية وكذلك البرلمان في موقف حرج من خلال المقترحات التي قدمتها إلى طبعا البرلمان والتي تضمنت العديد من الإصلاحات والتعديلات على موازنة عام 2021 ومنها إلغاء الاستقطاعات من راتب الموظفين تخفيض التخصصات المالية للرئاسات الثلاثة بنسبة كبيرة جدا وكذلك التخفيض العجز المالي وبالتالي هذا الأمر دفع برئاسة البرلمان وبرئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم أمس للاجتماع باللجنة المالية النيابية واليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الذي أيضا اجتمع باللجنة المالية من أجل تقريب وجهات النظر وكذلك محاولة تطبيق المقترحات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية من أجل التصويت على مشروع قانون الموازنة داخل البرلمان كخطوة لاحقة طمعا لهذه الخطوة النقاشات ومفاوضات لا تزال مستمرة بين الكتلة السياسية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع اللجنة المالية من أجل وضع لمسات الأخيرة من أجل قرار الموازنة لعام 2021 والتي تعد عاملا حاسما من أجل المضي قدما بالعملية السياسية برمتها وكذلك للخروج بالعراق من الوضع الاقتصاد الحرج الذي يمر به الآن بسبب انخفاض أسعار نفط وكذلك أيضا تبعات جائحة كورونا شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد